تخيل أنك تكون ملتزم بعادة تقوم بتعطيل عمل البنكرياس والقيام بوظيفتها مع مرور الوقت أكيد أغلب الناس ما يحب أن يكونوا بهذه الحالة فعشان كذا بهذا الفيديو رح نذكر أوضاع وعادات يجب علينا تجنبها رح تأثر بشكل كبير على وظيفة البنكرياس بإنتاج هرمون الإنسلين وتنظيم مستويات سكر الدم فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل البنكرياس بكل اختصار هي إحدى الأعضاء الرئيسية المتواجدة داخل تجويف البطن ولها القدرة على القيام بوظائف عديدة جدا من أهمها عملية هضم الغذاء أيضا لها القدرة والكفاءة بتنظيم مستوانة سكر الدم لأنها تحتوي على خلايا مسؤولة بإنتاج هرمونات قادرة على تنظيم مستوانة سكر الدم مثل هرمون الإنسلين وهرمون الجلوكاجون هرمون الإنسلين يفرز من خلايا متواجدة داخل البنكرياس اللي هي البيتاسل لها القدرة على خفض مستوانة سكر الدم عند ارتفاعها والعكس هناك هرمون الجلوكاجون الذي يفرز من خلايا ألفاسل لها القدرة على رفع من مستويات السكر إذا كان هناك انخفاض بمستوانة سكر الدم أقل من المستوى الطبيعي وهناك بعض العادات والأوضاع والحالات الغير صحية التي رح تؤثر مع مرور الوقت على وظيفة البنكرياس وعشان ما نطول بهذا الفيديو نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج للصبورة فمن الأشياء اللي رح تؤثر على عمل البنكرياس رقم واحد اللي هي عدم الحركة لازم نعرف ان عضو البنكرياس مو العضو الوحيد اللي حافظ لنا على تنظيم مستويات سكر الدم فهناك عضو أو جهاز آخر رح يساعدنا أيضا على تنظيم مستويات سكر الدم بجانب عمل البنكرياس هذا الجهاز هو الجهاز الهيكلي العضلي باختصار العضلات فالعضلات لها القدرة الكبيرة اللي رح تساعد على تنظيم مستويات سكر الدم بجانب عمل البنكرياس فالخلية العضلية هي الخلية الأكبر التي تحتوي على الميتوكنديريا الميتوكنديريا هي مصانع الطاقة فكل ما زادت عدد وكفاءة الميتوكنديريا داخل الخلية العضلية كل ما كنا قادرين أكثر على تنظيم مستويات سكر الدم فالشخص الحريص على زيادة الحركة والنشاط وممارسة التمارين الرياضية رح يحقق هذا الهدف بزيادة عدد وكفاءة الميتوكنديريا أيضا عند الحركة وزيادة النشاط بكذا رح تكون قادر على إدخال السكريات الموجودة في مجرى الدم داخل الخلية العضلية من غير استخدام الإنسولين فهذه كلها رح تساعدنا بإذن الله على تنظيم مستويات سكر الدم وتقليل العبء والحمل على وظيفة البنكرياس أما الشخص الغير نشيط واللي ما يمارس التمرين الرياضية بانتظام هذا الشيء رح يأثر على الكتلة العضلية وعلى عدد وكفاءة الميتوكنديريا وعلى التعامل مع السكريات فرح يكون هناك ضغط كبير في عمل البنكرياس على تنظيم مستويات سكر الدم وهذا الضغط المزمن في خلايا البيتاسيلة المسؤولة بإنتاج الإنسولين إذا كانت ضغط مزمن هذا الشيء رح يأثر على إفراز هذا الهورمون المهم فبالتالي هذه الخلايا المسؤولة بإنتاج الإنسولين رح تقل كفاءتها بإنتاج الهورمون فيحرص قدر الإمكان أنه ما يمر عليك نصف ساعة وتكون فيها في حالة عدم الحركة قم بالتحرك كل نصف ساعة إلى ساعة ومن شرط أنك تروح النوادي أو الصلاة الرياضية أو المشي خارج المنزل أو العمل فعادي جدا ممكن في نفس المكان أنك تزيد من النشاط مثلا ممارسة تمارين القرفصاء أو الجري في نفس المكان هذه كلها زيادة حركة وأنشطة ممكن تكون بسيطة ولكن نتائجها فعالة جدا بتنظيم سواء سكر الدم وتقليل العب على وظيفة البنكرياس واحرص دائما على ممارسة عادة المشي مدة ثمانية إلى عشر آلاف خطوة باليوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سواء تمارين المقاومة والتمارين الهوائية ولازم نعرف أن الخمول وعدم الحركة أخطر بكثير من تناول السكريات بمراحل عديدة لأنه إذا كانت شخصا نشيط وممع ذلك تناول النشويات والسكريات ضمن احتياجه وطاقته لممارسة هذه الأنواع من التمارين فعادي جدا هذا الشيء ما رح يأثر على وظيفة وعمل البنكرياس وراح يستفيد منها بإنتاج الطاقة وهذه السكريات رح تذهب بشكل مباشر إلى الخلية العضلية واستخدامها كطاقة النقطة الثانية اللي رح تأثر على عمل البنكرياس اللي هو زيادة الوزن زيادة الوزن هي حالة التهابية رح تأثر بشكل كبير على جميع أعضاء الجسم وبالتحديد البنكرياس وهناك مؤشر بسيط أهم بكثير من الميزان يبين ما إذا كان الشخص يكون غير قادر على التعامل مع السكريات أو إذا كان هناك عبء على وظيفة البنكرياس لأن الميزان أبداً هو مؤشر جيد يبين إذا كان الشخص في حالة صحية أو لا لأنه ممكن هذه الزيادة بالوزن هي عبارة عن زيادة بالكتلة العضلية وهذا مؤشر جيد ويدل على أنه الشخص في حالة صحية مؤشر الأفضل من الميزان اللي هو قياس محيط الخصر زيادة محيط الخصر أكثر من الحد الطبيعي مؤشر غير جيد دول على أنه الجسم بحالة غير صحية أبداً وغير قادر على التعامل مع السكريات طيب كيف نعرف محيط الخصر المناسب؟ بكل اختصار عشان تعرف محيط خصرك المثالي اللي هو عن طريق حساب محيط الخصر بالسنتيمتر على مستوى السرة وقسمة هذا الرقم أو محيط الخصر على طول الجسم فإذا كان الناتج صفر فاصل خمسة وأكثر فهذه دلالة وعلامة على أن الجسم غير قادر على التعامل مع السكريات فترات طويلة ويدل أيضاً على أنه هناك عبء على وظيفة البنكرياس من من الجميع عمل هذه المعادلة وكتابة النتيجة في التعليقات نقطة الثالثة اللي رح تأثر أيضاً على وظيفة البنكرياس اللي هي كمية النشويات وليست النشويات النشويات إذا كانت من ضمن حاجة الجسم ومن ضمن طاقة الجسم ومن ضمن شدة التمرين اللي مارسها الشخص عادي جداً ما رح تأثر أبداً على وظيفة البنكرياس ولكن إذا كانت هذه الكمية من النشويات أعلى من نشاط الشخص وقتها رح يكون هناك عبء كبير وضغط على وظيفة البنكرياس ورح يكون مهدد أكثر بفقد كفاءة خلايا البيتاسيل بإنتاج الإنسولين فبالتالي الشخص رح يكون مهدد أكثر من الإصابة بالسكري فمن المهم جداً أنك تتناول كمية النشويات التي تتماشى مع نشاطك الرياضي ممكن مثلاً أنك تتناول النشويات في أيام ممارسة التمرين الرياضية وفي الأوقات الراحة من ممارسة التمرين الرياضية عادي جداً ما في داعي أبداً من تناول النشويات ويختار نشويات صحية وقتها في أيام الراحة مثل الخضروات وبعض الفواكم وخفضات السكريات مثل التوتيات والفرولة العدل الرابع اللي رح تأثر أيضا على وظيفة البنكرياس بإنتاج هرمون الإنسولين اللي هو السهر السهر له تأثير جدا سلبي على الصحة بشكل عام أيضا على وظيفة البنكرياس فالشخص المعتاد على السهر فترات طويلة على الأغلب يكون هناك حركة أقل من المعتاد ورح يتناول سعرات حرارية أكثر أيضا الاستيقاظ في فترة المسائية والنوم في الصباح هذا شيء رح يؤثر بشكل كبير على الساعة البيولوجية وهذا شيء رح يؤثر بشكل كبير على تنظيم السواعات سكر الدم وعلى الهرمونات المسؤولة بهذا الشيء مثل هرمون الجي البي وان اللي ذكرناها بالفيديوهات السابقة المسؤولة بتنظيم السواعات سكر الدم أيضا لها القدرة على تحفيز البنكرياس بإنتاج هرمون الإنسولين وأيضا هذا الهرمون راح يحافظ لنا على حماية خلايا البيتاسيل من الموت الخلوي فإذا كان الشخص معتاد على السهر بكذا راح تأثر بشكل كبير على تنظيم السوائل السكر والدم ورح يكون هدد كبير جدا بفقد كفاءة خلايا البيتاسيل بإنتاج هرمون الإنسلين أيضا الشخص المعتاد على السهر شيء بديهن ورح يقل التعرض لضوء وأشعات الشمس وهذا الشيء راح يؤثر على فيتامين مهم جدا راح يساعدنا على تنظيم وحماية وظيفة البنكرياس وتنظيم السوائل السكر الدم وهو فيتامين دال فهذه كل الأثار السلبية يجنيها الشخص المعتاد على السهر فبالتالي الشخص راح يواجه قلة كفاءة إنتاج البنكرياس فبالتالي راح يكون مهدد أكثر من الإصابة بالسكر من النوع الثاني النقطة الخامسة اللي راح تأثر على وظيفة البنكرياس بطريقة غير مباشرة اللي هي تناول العقاقير مثل المضادات الحيوية أكيد طبعا المضادات الحيوية لها دور جدا كبير وضرورة طبية للتخلص من بعض المشاكل والأمراض المعدية ولكن احنا نتكلم للأشخاص اللي تناول المضادات الحيوية بشكل مزمن من غير استشارة الطبيب فالشخص مثلا كلما حسب وعكة صحية قام بتناول العقاقير اللي هي المضادات الحيوية من غير حتى استشارة الطبيب هذا التصرف غير صحي أبدا رح تأثر بشكل كبير على تنظيم مستويات سكر الدم لأنه زي ما كلنا نعرفين أن المضادات الحيوية تقوم بقتل البكتيريا الموجودة داخل الجسم سواء البكتيريا الضارة أو البكتيريا النافعة ولازم نعرف أن هناك العديد من البكتيريا النافعة المتواجدة داخل الجهاز الهضمي وبالتحديد القولون لها عمليات حيوية مهمة جدا ومن أبرزها بهذا الفيديو وهو تنظيم مستويات سكر الدم فالشخص الاتماده بتناول مضاداتها حيوية بشكل مستمر من غير استشارة الطبيب بكذا رح تأثر بشكل كبير على البكتيريا النافعة المتواجدة داخل الجهاز الهضمي فبكذا خلايا الجسم رح تفقد القدرة على التعامل مع السكريات ورح يكون كل الحمل والثقل على عمل ووظيفة البنكرياس ومع مرور الوقت رح يكون هناك تدهور في وظيفة البنكرياس بعملها فبالتالي الشخص رح يكون مهدد أكثر منه يصاب بارتفاع مستوى سكر الدم وانه يكون غير قادر على التعامل مع السكر وضبطها ضمن المعدل الطبيعي وعشان تحافظ على كفاءة عمل البنكرياس مع مرور الوقت رقم واحد اللي عليك تسويه انك قم بالتحرك هذه الطريقة رح تساعد على تخفيف الحمل والعب على وظيفة البنكرياس وعشان تتحرك ما رح تحتاج أبدا للذهاب إلى الصالات الرياضية فعدي جدا ممكن في مكانك القيام بجري السريع في نفس المكان كل نصف ساعة إلى ساعة هذه كافية جدا لتنظيم مستوى سكر الدم وتقليل العب على وظيفة البنكرياس وتجنب قدر الإمكان تناول السكريات الصريحة اللي هي السكر الأبيض المكرر والحلويات المعالجة ويستخدم بداعي للسكر المحليات مثل محلي ستيفيا أو إثراتول أو مانك فروت هذه كلها محليات بداعي للسكر الأبيض المكرر رح تقلل العب على وظيفة البنكرياس فيحرص قدر الإمكان أن يكون مدة النوم بين 6 إلى 8 ساعات وعشان تعزز جودة النوم حول قدر الإمكان في فترة النهار التعرض لضوء وإشعة الشمس ويحرص قدر الإمكان على الامتناع عن تناول الكافين الموجودة بالقهوة والشاي قبل موعد النوم ب6 ساعات وامتنع عن استخدام الأجهزة والشاشات وامتنع عن تناول المياه والسوائل قبل فترة النوم بساعتين وركز أكثر بكمية النشويات وإحرص أن تكون كمية النشويات تتماشى مع نشاطك اليومي لكذا نكون انتهنا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا لم تكن مشترك بالقناة فيسعدني واشتراك بالاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون والسجاع الصحة ويأتك مالفايا